اشتركوا في القناة ايضا نقول ان تقريبا اخر شهرين الى ثلاثة شهور انزلت معنا مجموعة اجهزة كثيرة بحكم انها في كثير من الاجهزة انزلت عندنا في معرض دبي وقيمنا مجموعة اجهزة من جميع الفئات ان كان سحبة سيجارة وسحبة سيجارة كان في عندنا اكثر من نوع ودس بوزبل وبود مود وار دي اي وحتى على مستوى النكهات انا في نكهة ما قد سوت لها روفيو لكن حاب ان في هذا الفيديو اقدم لكم شنو اكثر الشغلات اللي انا شخصيا وايض عجبتني اللي انا شخصيا استخدمها بين فترة وفترة وشايف ان هي من المنتجات اللي فعلا يعني مثل ما انا حابها حاب ان انت تاخد فكرة عنها او حاب انك تشاركني تجربتها لهذه المنتجات فخلونا نبلش مع اول منتج اول منتج حابة اتكلم عنه هو النايتمير فيتو ار دي اي ليش اخترت انه يكون اول منتج اتكلم عنه لان مثل ما انتم عارفيني انا صار لي تقريبا اربع سنوات ما استخدم غير الاسجارد بحكم انه يقدم لي طريقة استخدام وتجربة اهي وايد موالمة اسلوبي بالاضافة اللي هو يعطيني مستوى فليفر جدا عالي فكنت انتظر لغاية ما يطلع ايه اليوم اللي يطلع لي منتج ينافس للاسجارد وممكن على الاقل يكون على مستوى او على نفس المستوى اللي انا حبيت فيه الاسجارد وهذا الشي يمكن شفتو ايه انا قلت لكم بالرفيو انه هذا الار دي اي ممكن ينافس الاسجارد وفعلا انا شخصيا الى حين صار لي فترة هذا الستاب مالي جهاز سكوانك اللي هو التوب سايد دول باتري مع النايتمير الفيتيو فمن ناحية او من فئة الار دي اي ايز اذا في احد قاعد يدور ار دي اي اي انا هذا شخصيا اللي قاعد استخدمه وايد مقنعني وايد عاجبني اني الحين على فئة النكهات شوفوا انا ما اجربت نكهات ولا حتى نزلت ريفيوز لنكهات صار لي فترة طويلة لكن بحكم ان انا نكهاتي الخاصة اللي هي الـ HM Vapes اللي هي الـ IC Tobacco والـ IC Pleasure انقطعوا من السوق خلاص وتم ايقاف انتاجهم فكنت احاول اني ادور مجموعة نكهات وكنت شخصيا اخلط ما بينهم عشان يعطيني الطعم اللي انا متعود عليه او اللي انا افضله فمن تجربتي لبعض النكهات اوكي طلعت لي واحدة ثنتين اللي فعلا يوعى لذوقي واللي شخصيا صار لي فترة حين قاعد استخدمها اللي هي الـ ICON Tobacco Tobacco Gold هذي تعتبر يعني 70-75% من نسبة لذوقي الخاص نكهة كريمي كريمي Tobacco شوية حالية على ذوقي الشخصي لكن متقبلها وما شاء الله يعني صار لي فترة يعني ممكن هذي تقريبا ثالث امبولة او قنينة او وتأو شونا تسمونها قاعد استخدمها لفترة اخيرة لكن اذا في نكهة فعلا ابي اقول لك شباب اللي حاب نكهة ديزيرت وطعم مختلف وفعلا يعني ممتعة الامانة لا تطوفك هذي النكهة انا شخصيا عاجبتني جدا اللي هو التاروتو من نيامي فيبر وتنزل الامية ملي الامانة اللي حب نكهات الكريمي او نكهات الديزيرت او نكهات العجين او النكهات الثقيلة بشكل عام هذي النكهة وايد راح تعجبك ان شاء الله وانا شخصيا يعني ما بين اني استخدمها مرات بروحة ومرات اخلط معاها تباكو تعطيني طعم من اروع ما يكون وياي على ذوقي انا شخصي يعني كأنها نكهة انا حاب اني انا اسويها فخلط هذي النكهة مع نكهة تباكو فاللي يدور نكهات هذي مثل ما قلت لك زينة لا تاخذ معاي 75-75% لكن هذي النكهة اتوقع راح تعجبه كثير من الشباب بالنسبة للمفاجأة اللي صارت وياي وللاسف انه هذا المنتج صعب انه اصلا مو موجود وما سمعت اي احد من التجارة او اصحاب المحلات انه ممكن راح يوفر هذا المنتج هو منتج من شركة البيبي مودز وانكن شفته معاي من فترة انما نزلت عندي قناة اليوتيوب عن هذا التانك اللي هو التانك يعتبر من فئة الامتي ال لكن مع الكويلات الجاهزة او كويلات السب اوم معظم التانكات تكون هي ار تي اي لاستخدامها على الامتي ال وكثير من الشباب يا يستغلي او مثلا ما وصل للتجربة او وصل لمستوى الفليفر اللي هو كان متخيلة ان هذا راح يطلع له من هالنوعية من الار تي اي كسنجل كويل اللي سحبة الامتي ال لكن هني بعد تجربة هذا الار تي اي للامانة كتصميم اللي هو تصميم المستوحى من التصاميم الاوربية مع كويلات البيبي مودز اللي هما اصلا يقدمون مستوى فليفر جدا عالي هني في ضمان انه انت راح تأخذ افضل مستوى فليفر من استخدامك لهذا التانك بالاضافة تصميم وتصميم توزيعة الهوى في هذا هذا التانك ما راح تمر عليك لانه في هذا التانك راح توصل مرحلة الامتي ال اللي انت تدورها يعني اذا انت تبيها وايد مكتومة راح تحصلها تبيها متوسطة راح تحصلها تبيها حتى يوصل معك لل دي ال ممكن يوصل معك لما هذا المستوى فقاعد اشوف ان هذا التانك هو واحد من افضل التانكات في حالة انت تقعد دور تجربة الامتي ال دور هذا التانك شوف المواقع اللي ممكن يتبيعه شوف لا قدر الله لا سمح الله في احد من المحلات ممكن ييبي جرب هذا التانك راح تعجبك وراح تدعيل ان شاء الله ومن مفاجآت معرض الدبي وتحديدا من شركة الاسباير جهاز النكسي اللي هو عبارة عن شكل الزقارة الحقيقية اللي تقدم باسلوب جدا جميل وممتع وعملي اللي هو عبارة عن جهاز مع الباوربانك الصغير اللي هو اياه ويتقدم على شكل الزقارة طبعا شاب كل اللي انا قاعد تكلم عنه اني موجود عندي قناة اليوتيوب تقدر تشوفها بالتفصيل لكن هذا الاختراع اللي هو فيه ناس يقول له هذا نازل من 2008 و2007 وهو المصيبة ان الناس اللي كانت تقول ان الفي بيسبب ماي بالرئة او هو بسبب هذاك الجهاز اللي انت تقول عنه اللي نزل من 2007 و2008 لانه هذاك الجهاز كان يعتمد على تبخير الماء فعشان شدي كان يسبب الماء على الرئة هذاك الجهاز هذاك السبب اللي للحين الشاب يسولفون ان الفي بيسبب يسبب ماء على الرئة وهذاك اصلا كان ووتر فيبنج لو تبخير الماء اما هنا احنا قاعد نتكلم عن القلسرين اللي احنا متعودين عليه وعبارة عن هذه الكابسولة البسيطة جدا اللي على اساسها تتغير ومعاك اكثر تقريبا نتذكر كأنها كان فيه 12 او 15 نكهة وعلى فكر شاب نكهة البلوبري هذي يمكن ان نزل لكم عنها فيديو خاص لها الامانة نكهة لذيذة بشكل مطبيعي واحد من امتع الاجهزة اللي فعلا شايفته بتقنع مدخن سيقاير انه يعني يقلع عن التدخين ويدخل مجال الفيب يمكن هذا الجهاز احد افضل الاجهزة اللي انت ممكن تقنع فيه مدخن السيقاير انه يقلع عن التدخين ويتوجه للفيب لانه بحكم الاستخدام البسيط والتعامل البسيط وايضا مستوى اداء جدا متاز وايضا مع احدى مفاجآت معرضة بيو تحديدا مع شركة الاسمودس اللي اخيرا ارجعت لمجال الفيب بابداعاتها وارجعت لنا بجهاز من فئة البود مود جهاز المينيكن بود وانتو يمكن شفتم معي هذا الروفيو وشفتم معي اكثر من ستوري لأي درجة انا كنت مستمتع في هذا الجهاز ان كان كتصميم ان كان كمواصفات ان كان كحجم واهم الميزات اللي فيه انه يقدم لك التجربتين سحبة الشيشة كانت من اروع ما يكون على مستوى الاداء وعلى مستوى التجربة وعلى مستوى الفلايفور وايضا على مستوى ان يقدم لك سحبة السيجارة لانه فيه كويل خاص مع مبسم خاص لاستخدام على سحبة السيجارة انا شخصيا حاطب حين مبسم سحبة السيجارة مع اوم صور فاصلة ثمانية والواط خمستاش جهاز للامانة اتمنى انه يتوفر لان شاب اللي قاعد يدور جهاز pod mode صالة فترة طويلة او قاعد يشوف انه ما في شي جديد على مستوى الساحة هذا الجهاز انا اضمن لك انك راح تعيش معاك تجربة جدا ممتازة لانه حجم تصميم مواصفات اداء نتيجة من اروع ما يكون ونختمها مع الساحر الارغوس اي من شركة الفوبو واحد من اجمل ما انتجت شركة فوبو في تاريخ جهاز البود او جهاز صحفة السيجارة ارغوس اي ما بيطول عليكم بالكلام روحوا شوفوا الروفيو في قناة اليوتيوب شوفوا مواصفات هذا الجهاز وشوفوا شنو يقدمه من من ديزاين ومن مواصفات ومن خلاص التجربة انا شخصيا اعتبره واحد من افضل اجهزة من الحين اقدر اقول لك ان هذا واحد من افضل اجهزة اللي انزلت هذه السنة وايضا على اساس شنو بعد عندنا البودات اللي هي الجديدة البودات الارغوس اللي احنا تكلمنا عنها ان كان على مستوى عمر الكويل وعلى مستوى الفليفور وعلى مستوى الجودة بشكل عام اللي هو على اساس على فكرة هذا البود اللي هو انا ما اخذه من جهاز الارغوس جي 2 هذا انا انا اخذه من هنا لانه هذا البود ما استخدمته ايديت فانا هذا الجي 2 تذكره الجي 2 تقريبا من فوق الشهرين هذا هو النتيجة بعد الشهرين كان محطوط على الرف وما قاعد استخدمها نهائيا وما في اي تسريب على مستوى الاداء ما شاء الله فشواب تذي انا اكون شاركت معاكم جميع المنتجات اللي انا اشوفها بالفترة الاخيرة تستاهل انها تكون افضل للمنتجات اللي انزلت واللي انا شخصيا عاجبتني وانا مثل ما قلت لكم بين فترة وفترة انا شخصيا استخدمها او ارجع لها على الاقل طبعا انا هذا استخدامي اليومي لانا اردي ما زلت انا ايضا بين فترة وفترة ابدل لها كويل وحط لها نكهة واستمتع فيه شوية ومثل ما انتم شاهدتوا بين فترة وفترة الاسجارد لازم ارجع له علشان ابي اصور فيديو مثلا لتبخير عالي واستمتع بالتجربة بشكل عام ارجع الاسجارد وبين فترة ايضا مع جهاز النيكسي من شركة في تجربة فيب متيل من واحد من احلى الاجهزة هذا كان كل شي لاستعراض بعض الاجهزة اللي انا شخصيا حاب اني اشاركها واشوفها ان هي من افضل الاجهزة اللي انت ممكن تاخذها ومضطمن وتاخد احسن نتيجة بالفترة الاخيرة في مجال الفيب يعطيكم العافية